اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الارتفاع عن مستوى سطح البحر الامطار كل دي عوامل ارضية بتؤثر على النباتات الطبية والعطرية اتكلمنا عن الضوء وانه الضوء مهم جدا في عملية البناء الضوئي وانه هو بيكون العامل المحدد لكمية القلودات والجليكوسيدات اللي بتكون موجودة في النبات وقلنا انه هو بيؤثر على الازهار وبيؤثر على الشكل الخارجي للنبات شكل النبات من الخارج السلميات السوق الازهار السمار لان الضوء بيكون مهم جدا للنبات وتكلمنا قلنا تقسيم تأسير الاضاقة قسمنا تأسير الاضاقة لثلاث حاجات قلنا على حسب مدة الاضاقة وطول الموجة الضوئية وشدة الاضاقة قلنا يعني ايه مدة الاضاقة الفترة اللي بيتعرض لها النبات للضوء خلال 24 ساعة وبعد كده اتكلمنا قلنا فيه نباتات نهار طويل وفيه نباتات نهار قصير وفيه نباتات محيدة نباتات نهار طويل هي النباتات اللي بتزهر عندما تتعرض لفترة ضوئية اطول من حد معين وقلنا ايه هي امثلة النباتات النهار الطويل زي النعناع الفلفلي وبعد كده قلنا نباتات نهار قصير هي بتحتاج الى فترة اضاقة قليلة اثناء فترة التزهير امثلة مثل البابونج الالماني وبعد كده قلنا نباتات محيدة لا تتأثر بفترة الاضاقة بعد كده قلنا طول الموجة الضوئية اللي هو بيكون عبارة عن الوان الطيف السبع وبعد كده تكلمنا عن شدة الاضاقة وقلنا شدة الاضاقة ان النبات على حسب شدة الاضاقة سواء اضاقة قوية او سواء اضاقة ضعيفة واخدنا امثلة وقلنا امثلة نبات العط لو انا عرضته لشدة اضاقة في الحالة دي بيديني زيوت عطرية بنسبة من 50 الى 60 في المية بتكون نسبة زيوت العطرية عالية قلنا في البابونج الالماني لو انا عملت خفض الاضاقة في الحالة دي بيديني حجم النورات بتكون صغيرة ونسبة المادة الفعالة بتكون قليلة وبعد كده تكلمنا قلنا الكسبرة وبعد كده قلنا الينسون وقلنا النعناع الفلفلي لو انا عملت تظليل في الحالة دي اللي حيحصل في الحالة دي حتزيد الزيوت العطرية وبالتالي برضو وخاصة في النعناع الفلفلي بتزيد نسبة المنتول ده بالنسبة لشدة الاضاءة وبعد كده قلنا درجة الحرارة قلنا كل نبات بيكون لدرجة حرارة مصلة في الحالة دي بيديني اعلى معدل للنمو قلنا انا عندي درجة الحرارة بتكون من 10 الى 35 درجة مئوي بيزيد النمو بارتفاع درجة الحرارة وبيقل بنخفضها وقلنا ان كل نبات لدرجة حرارة في نبات زي نبات الدخان بيديني قلويل النيكوتين لو انا عرضتوا لدرجة حرارة 20 درجة مئوي لكن بتقل نسبة النيكوتين لو انا عرضتوا لدرجة حرارة 11 و12 درجة مئوي او 30 درجة مئوي قلنا برضو في مادة الكابسسين اللي هي بتكون موجودة في الفلفل او في الشطة دي بتزيد بارتفاع درجة الحرارة وفي حالة اننا لو عرضت النبات للجفاف برضو احنا قلنا بالنسبة عندي الراتنج المخدر اللي هو بيكون موجود في القنب الهندي ده بيزيد بارتفاع درجة الحرارة بعد كده تكلمنا عن الرطوبة وقلنا الرطوبة اني بتزيد لو انا عندي نباتات بتنمو في جو مشبع بالرطوبة في الحالة دي اللي هيحصل هنلاقي النبات النباتات بتكون عصارية والجدر بتكون رقيقة لكن لو انا عرضت النباتات لدرجة حرارة فيها جفاف في الحالة دي اللي هيحصل رطوبة فيها جفاف في الحالة دي اللي هيحصل هنلاقي النبات الجدر بتكون سميكة والنبات بيكون غير عصاري بعد كده عندي الرياح قلنا الرياح بيكون لها تأثير مفيد ده بيكون في عملية التلقيح او نقل حبوب اللقاح لكن بيكون لها تأثير دور ان هي بتعمل تكفيف وتقزم للنبات ده بيكون نتيجة ان النبات نتيجة عملية الرياح النبات بيبتدي ان هو يفقد المية الموجودة فيه عن طريق عملية الندح وبالتالي بيحصل للنبات تكفيف وتقزم ممكن بيؤثر وبيؤدي الى موت الانسجة النباتية برضو ممكن بيؤدي الى كسر الافرع تساقط الازهار تساقط السمار بعد كده تكلمنا عن الامطار وقلنا بالنسبة للامطار سقوط الامطار انا عندي فيه مركبات اللي هي قلودات والجليكوسيدات بتكون موجودة على الاوراق لو سقطت الامطار اللي حيحصل بتؤدي الى زوابان هذه المركبات وبالتالي بتقل نسبة المادة الفعالة برضو النهاردة هنتكلم عن العوامل الارضية بالنسبة للعوامل الارضية اللي هو عبارة عن التربة تسميد مسافات الزراعة بس زي ما احنا متعودين قبل ما نتكلم عن حلقة النهاردة هنبتدي برضو ان احنا ناخد كم سؤال من اللي اخدناه في الحلقات السابقة تعالوا نشوف كده لو جلنا سؤال اكمل العبارات الاتية مدة الاضاءة هي الفترة التي يتعرض لها النبات خلال 24 ساعة يبقى لو جلنا في الامتحان مدة الاضاءة هنقول ايه هي مدة الاضاءة يبقى هي الفترة اللي بيتعرض لها النبات خلال 24 ساعة بعد كده تتكون مدة نقاط تتكون مدة الكابسسين قلنا عند تعرض نبات الشطة للحرارة والجفاف يبقى هنا لازم يكون ارتفاع في درجة الحرارة لو قل انخفاض في درجة الحرارة يبقى مدة الكابسسين بتكون موجودة بدرجة منخفضة بعد كده نقاط معدل نمو النبات بارتفاع درجة الحرارة ونقاط بنخفضها بيزيد معدل نمو النباتات بارتفاع درجة الحرارة لكن بيقل بنخفضها لاننا زي ما انا قلت انا عندي درجة الحرارة اللي هي بتكون مناسبة للنبات من 10 الى 35 درجة مئوي بعد كده يزرع البن على ارتفاع نقاط بيزرع على ارتفاع من 800 الى 1800 مت من سطح البحر بعد كده ممكن يجيلي سؤال يقول لي ضع علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخاطئة للضوء اهمية كبيرة في عملية التمثيل الضوئي طبعا بتكون العبارة صحيحة لان احنا بنقول الضوء بيكون مهم في عملية الازهار بيكون مهم في الشكل الخارجي للنبات الضوء بيكون مهم في تكوين القلودات والجليكوسيدات طبعا احنا قلنا في نباتات بتكون نبات انبات ضوئي وفي نباتات بتنمو انبات لا ضوئي قلنا انبات ضوئي في الحالة دي انها بتحتاج للضوء لكن انبات لا ضوئي في الحالة دي انها بتحتاج للظلوم بعد كده تتحد الاحماض الدهنية مع جليسرين مكونة زيوت سبتة العبارة بتكون صحيحة بعد كده ليس للضوء تأثير على ازهار النباتات الطبية والعطرية طبعا العبارة بتكون خاطئة لان انا قلت الضوء بيكون مهم في ازهار النباتات الطبية والعطرية بيعتبر الضوء عامل محدد لكمية القلودات والجليكوسيدات التي يكونها النبات صح برافو عليكم طبعا العبارة بتكون صحيحة هنا نباتات النهار الطويل تظهر عندما تكون الفترة ضوئية اطول من حد معين الاجابة بتكون صحيحة وقلنا امثلة النهار الطويل النعناع الفلفلي لكن النهار القصير البابونج الالمين بعد كده النباتات المحايدة نباتات تظهر عندما تطول فترة الاضاءة العبارة بتكون خاطئة لان انا عندي النباتات المحايدة وان النباتات المحايدة التي لا تتأثر بفترة الاضاءة سواء اضاءة طويلة او اضاءة قصيرة بعد كده درجة الحرارة الملأمة لنمو النباتات هي 10 الى 35 درجة مئوي انا لسه اله هبرافو عليكم العبارة بتكون صحيحة بعد كده عند زراعة القنب الهندي في البلاد الباردة يكون المواد المخدرة بنسبة عالية احنا قلنا عند زراعة القنب الهندي في المناطق الحرة في الحالة دي في المناطق الحرة نسبة المواد المخدرة بتكون عالية اللي هو عبارة عن الراتنج المخدر يبقى ده بيكون بيزيد بارتفاع درجة الحرارة هنا العبارة بتكون خاطئة لا تؤدي سرعة الرياح إلى أضرار بالنباتات العبارة بتكون خاطئة لأننا قلنا الرياح بتؤثر على النبات إن هي بتعمل التكفيف والتقزم للنبات بتؤثر على النبات ممكن تؤدي إلى رقاض النبات وبالتالي كمية المحصول وقلة المادة الفعالة بيؤدي إلى موت الأنسجة النباتية إلى تكسير الأفرع إلى تساقط الأزهار تساقط السمار يبقى بتكون لها تأثيرات ضر على النباتات الطبية والعطرية بعد كده بيقول لي يؤدي التسميد الحيوي إلى تحسين خواص التربة العبارة بتكون صحيحة لو جالي سؤال وقال لي بين أثر ضعف الإضاءة على النباتات الطبية والعطرية إحنا لما جينا قسمنا الضوء على حسب تأثير الإضاءة قلنا بقسمه على حسب مدة الإضاءة على حسب طول الموجة الضوئية على حسب شدة الإضاءة هنا بالنسبة بيقول لي لو حصل ضعف في الإضاءة يبقى أنا حتكلم عن النباتات اللي هي بتؤثر عليها من حيث إننا لو ضعفت الإضاءة أو عملت عملية تظليل إحنا هنا إحنا قلنا البابونج الألماني أنا لو عملت عملية تظليل أو في حالة ضعف الإضاءة في الحالة دي اللي هيحصل هيديني نورات بتكون حجمها صغير وقلة المادة الفاعلة يبقى تعالوا نشوف كده السؤال يبقى خفض شدة الإضاءة في نبات البابونج الألماني يؤدي إلى تقليل عدد وحجم الأزهار ونقص الوزن الجاف للنورات لأننا عند البابونج الألماني أنا بستخدم النورات أو الأزهار بعد كده تقليل شدة الإضاءة في سمار الكسبرة وأوراق النعناع الفلفلي والريحان بيؤدي إلى زيادة نسبة الزيت العطري وقلنا برضو أنه هو بيؤدي إلى زيادة المنتول في النعناع الفلفلي دي بتكون المادة الفعالة اللي هي بتكون موجودة في النعناع الفلفلي بعد كده نقص الإضاءة أدت إلى نقص الزيت العطري في نبات السلفيا واللفندر ده بالنسبة لضعف الإضاءة لكن لو جالي قال لشدة الإضاءة إضاءة قوية إحنا هنتكلم هنقول العطر إحنا قلنا العطر لو اتعرض لشدة إضاءة أو إضاءة عالية في الحالة دي بتزيد الزيود العطرية بنسبة من 50 إلى 60% هنتكلم النهاردة عن العوامل الأرضية وزي ما احنا قلنا العوامل الأرضية اللي هي بتشمل التربة الراي التسميد المسافات الزراعة اول حاجة عندي التربة طبعا النباتات بتختلف اختلاف كبير في احتياجاتها من التربة واحتياجاتها من العناصر الغذائية انا عندي هنا طبعا النباتات الطبية والعطرية بتختلف على حسب زراعتها في التربة في نباتات بتحتاج لتربة طينية في نباتات بتحتاج لتربة رملية في نباتات ممكن بتنجح في اراضي فيها نسبة من الملوحة في نباتات بتنجح في اراضي قلوية بالنسبة عندي هنا الاراضي الطينية بتمتص الاراضي الطينية كمية كبيرة من الماء أنا عندي هنا بالنسبة للأراضي الطينية إن هي بتحتاج كمية مية كتير وإن هي بتقدر إن هي تحتفظ بالمية لكن الأراضي الرملية الحبيبات بتكون كبيرة وبتحتاج برضو لكمية مية كبيرة علشان ما بتقدرش إن هي تحتفظ بالمية هنا بالنسبة للأراضي الرملية مهزم النباتات اللي هي أنا بحصل منها الجزء المستخدم منها الجزور زي العرقسوس زي الحنزل زي المغاد زي السحلب انا بزرعه بيفضل ازراعه في الاراضي الرملية بيكون عندي الاراضي الملحية طبعا الاراضي الملحية سواء الملوحة اللي هي بتكون موجودة في التربة او سواء الملوحة اللي هي بتكون موجودة في ماء الراي ممكن الاملاح بتؤثر على النباتات من حيث الانبات من حيث التزهير من حيث الاسمار وممكن تؤدي الى قتل النبات او تؤدي الى انخفاض المحصول وبرضو الاراضي الملحية بتؤدي الى نقص العناصر الغذائية برضو عندي الاراضي القلوية الاراضي القلوية معنى ان انا بقول اراضي قلوية ان هي بتحتوي على كمية كالسيوم بكمية كبيرة بس بتكون غير صالحة للامتصاص في الحالة دي انا بضيف ايه انا بضيف لها الدبال وبضيف لها الاسمدة العضوية وبضيف لها الكابريت الزراعي يبقى ده بالنسبة للتربة ان التربة كل نبات بيختلف على حسب احتياجاته للتربة وعلى حسب احتياجاته من العناصر الغذائية هنا تعالوا نشوف هنا توجود زراعة العطر والنعناع في الاراضي الصفراء والطمية اما الكافور والصفصاف فيتحمل زيادة في المياه يبقى زي ما احنا قلنا ان كل نبات بيختلف على حسب نوع التربة قلنا فيه نباتات فيه تحتاج لتربة صفراء فيه نباتات تحتاج لتربة طينية هنا الكافور والصفصاف يتحمل زيادة المياه في التربة علشان كده انا ممكن ان انا بزرعه فيه اماكن بتكون مشبعة بالماء وبزرعه فيه على حواف الترع والمصاري بعد كده بيقولي تعتبر الاراضي الرملية افضل الاراضي لزراعة العرقسوس والحنزل والسيناميكي وبصل العنصل لان احنا قلنا الاراضي الرملية بتصلح للمحاصيل الجذرية في الحالة دي علشان تقدر الجذور ان هي تنمو وتقدر ان هي تديني حجم الجذور بيكون كبير الحجم برضو هنا عندي ممكن ان انا بزرع نباتات العائلة الخيمية زي القسبرة والشمر والينسون والكمون ممكن ان انا بزرعهم في الاراضي الرملية يبقى عندي هنا الاراضي الرملية بتصلح لزراعة النباتات او المحاصيل الجذرية المحاصيل الجذرية اللي هي بتكون زي ايه العرقسوس المغات السحلب الحنزل السيناميكي بصل العنصل وبرضو ممكن ان انا بزرع نباتات العائلة الخيمية زي القسبرة الشمر الينسون الكمون ده بيديني اعلى معدل للنمو في حالة الزراعة في الارض الرملية بعد كده بيقولي تعتبر الاراضي الرملية اصلح لزراعة النباتات التي تنتج مواد هلامية مثل نبات الختمية وبرضو في الاراضي الجيرية ممكن بتجود زراعة بعض النباتات طب ايه يا النباتات اللي ممكن تجود يعني ايه تجود يعني بتديني اعلى انتاج او ينفع ان انا ازرعها في الاراضي الجيرية عندي زي اللفاندر البلادونة الداتورة يبقى النباتات دي ينفع ان انا ازرعها في الاراضي الجيرية بعد كده بيقولي عند زراعة النباتات العطرية في ارض ملحية انا لسه ايلاها بيؤثر على الوظائف الفيسيولوجية للنبات كالانبات والنمو الخضري والتزهير والنض ممكن اللي بيحصل ممكن بيؤدي الى قتل النبات او يؤدي الى انخفاض المحصول قلنا برضو زيادة الملوحة في التربة وفي الماء بيؤدي الى نقص امتصاص بعض العناصر الغذائية بعد كده عندي الري يبقى اول حاجة تكلمنا عنها قلنا التربة قلنا كل نبات بيصلح في تربة معينة بيكون ليه تربة معينة في الحالة دي بيديني اعلى معدل للانتاج قلنا في نباتات بتصلح في الاراضي السفراء وفي نباتات بتصلح في الاراضي الطمية وفي نباتات بتصلح في الاراضي الرملية وقلنا ايه هي النباتات اللي ممكن بتصلح في الاراضي الرملية قلت اللي هي المحاصيل الجزرية علشان الاراضي الرملية بتكون مفككة تقدر ان هي تكون جزور كبيرة الحج وجزور تكون منتظمة الشك برضو قلنا ممكن ينفع اننا ازرع الكسبرة والينسون والكمون اللي هي نباتات العائلة الخيمية في الأراضي الرملية في الحالة دي بيديني أعلى معدل للإنتاج وقلنا الأراضي القلوية علشان أعالج الأراضي القلوية قلنا الأراضي القلوية بتحتوي على نسبة الكالسيوم بكمية كبيرة وقلنا علشان أعالجها أنا بضيف الدبال أو الأسمادة العضوية أو الكابريت الزراعي برضو قلنا الأراضي الملحية بتؤثر على النبات من حيث بتؤثر على العمليات الفيسيولوجية للنبات كالإنبات والتزهير والنمو القدري ممكن بيؤدي إلى قتل النبات أو ممكن يؤدي إلى انقفاض المحصول وبرضه بيؤدي إلى نقص امتصاص العناصر الغذائية تاني حاجة عندنا الراي طبعا الراي بيكون مهم جدا للنبات لأن النبات ده بيكون الوسط اللي بتقوم في العمليات الحيوية للنبات طبعا النبات الماء بيكون مهم لأي كائن حي أنا عندي هنا الراي في نباتات ممكن بتحتاج كمية مية كبيرة ممكن في نباتات بتحتاج كمية مية قليلة في نباتات ممكن ان انا ازرع في الصحاري بتقدر ان هي تتحمل الجفاف لأن في الحالة دي النباتات دي الأوراق بتاعتها بتحتوي على مادة الكايوتين المادة دي بتكون شمعية فبتقلل من امتصاص او بتقلل من فقد الماء قلنا برضو الماء بيكون مهم جدا لأن النبات بيقوم بعملية النطح فبيؤدي الى خفض درجة الحرارة تعالوا كده نشوف الراي يبقى ان الراي بيكون ليه اهمية كبيرة لليه جميع الكائنات الحية تؤثر كمية الماء الموجودة على النمو الخضري اذا استمر نقص الماء او النطح بيؤثر فيه سرعة النمو لان احنا لما جئنا تكلمنا وقلنا فيه نباتات تكلمنا في الحلقة السابقة وقلنا فيه نباتات بتنمو في جو مشبع بالرطوبة في الحالة دي اللي بيحصل للنباتات دي النباتات بتكون عصرية وبيزداد نموها لكن الجدر بتكون رقيقة لكن النباتات اللي هي بتنمو في جو جاف الجزور بتكون سميكة وبيقل نموها وبتكون النباتات غير عصرية بعد كده انا بقسم النبات على حسب احتياجاتها المائية انا بقسمها على حسب في عندي نباتات مائية وفي عندي نباتات نصف مائية وفي عندي نباتات وسطية وفي عندي نباتات صحراوية تب هنا بالنسبة للنباتات المائية من اسمها نباتات تقدر ان هي تعيش في بيئة مائية او في تربة مشبعة بالماء لان هي بيكون لها تحورات تخليها تقدر ان هي تتكيف مع البيئة هنا ايه هي امثلة النباتات اللي انا ممكن ازرعها في بيئة بتكون مشبعة بالماء عندي زي التحالب ان التحالب دي ممكن بتعيش في الماء المالح او ممكن بتعيش في الماء العز يبقى هنا انا بقسم النباتات حسب الاحتاجات المائية يبقى قلت نباتات مائية نباتات نصف مائية نباتات وسطية نباتات صحراوية بالنسبة عندي نباتات نصف مائية إن هي بتحتاج لكمية مية بس بتكون أعلى من الكمية المعتادة طب إيه هي النباتات دي أنا عندي زي النعناع عندي زي الصفصاف بيقدر إن هو يعيش في وسط فيه كمية من الماء أكتر من الماء الطبيعي بعد كده عندي نباتات وسطية يعني إيه نباتات وسطية يعني نباتات نباتات إن أنا انا مزودش الراي وان انا منقص الراي يبقى ان النباتات بتحتاج الى اعتدال في ماء الراي النباتات دي بتكون عندي زي نباتات العائلة القيمية الكسبرة الكمون الكراوية الشمر عندي برضو زي حبة البركة دي نباتات وسطية بتحتاج الى كمية ماء ان انا مزودش كمية الماء ومقللش كمية الماء قلنا نباتات صحراوية تقدر ان انا ازرعها في جو في مناطق جفة لا تحتوي على كمية من الماء قلنا ان هي الاوراق بتحتوي على الكايوتين دي بتقلل من عملية النطح بتكون عبارة عن مادة شمعية فبتقلل من عملية النطح يعني معنى كده بتقلل من فقد النبات للماء ايه هي النباتات دي عندي زي الحنزل عندي زي بصل العنصل عندي زي السقران المصري النباتات اللي هي بتنمو برية يبقى تعالوا كده نشوف النباتات نصف مائية هي نباتات تتحمل المعيشة في تربة بها كمية ماء قلنا اكثر من المعتاد طب ايه هي النباتات دي قلنا زي النعناع والصفصوف والكفور يبقى نباتات نصف مائية بتحتاج الى كمية ماء اكثر من المعتاد لكن نباتات وسطية ان هي لا تتحمل الجفاف او لا تتحمل زيادة المياه في التربة والمفروض ان انا بعمل تهوية علشان تقدر الجزور ان هي تنمو جيدا قلنا ايه هي امثلة النباتات اللي لا تتحمل الجفاف او لا تتحمل زيادة في الماء زي نباتات العائلة الخيمية الينسون القسبرة الكمون الشمر حبة البركة وبرضو عندي زي الداتورة البلدونة الشطة وفي عندي زي نباتات الفصيلة الشفوية زي الريحان البردقوش والزعتر وحصلبان والمريمية كل النباتات دي بتحتاج الى وسط مائي معتدل ان انا مزودش المياه او مقللش فيه كمية المياه بعد كده عندي نباتات صحراوية او نباتات جفافية نباتات الصحراوية او الجفافية دي تتميز بوجود الكايوتين والشموع على السطح الخارجي للنبات وقلة الصغور بالاوراق علشان في الحالة دي هتقل عملية النتح عندي زي الصبار والاجاف والسيناميكي والحنزل والسكرون المصر بعد كده عندي التسميد يبقى قلنا الري قلنا كل نبات بيختلف على حسب احتياجاته للماء وقلنا الماء بيكون مهم لان هو الوسط اللي بتقوم فيه اللي بيقدر النبات ان هو يقوم بالعمليات الحيوية احنا قسمنا النباتات على حسب احتياجاتها المائية قلت عندي نباتات مائية فيه نباتات نصف مائية فيه نباتات وسطية فيه نباتات صحراوية بعد كده عندي التسميد طبعا اي نبات بيحتاج لتسميد لان هو الغزاء اللي هو بيحتاجه النبات ان انا بضيف عناصر غزائية للنبات فالتسميد طبعا بيكون مهم جدا للنباتات انا عندي هنا التسميد ممكن ان انا بسمد بأسميدة كيموية ممكن ان انا بسمد بأسميدة حيوية هنا التسميد انا عندي فيه أسميدة بتكون موجودة اللي هي الأسميدة الكيموية او فيه عندي أسميدة بتكون اساسية وضرورية وكبرى النبات بيحتاجها بكمية كبيرة زي النيتروجين الفوسفور البوتاسيوم الكالسيوم ان النبات بيحتاجها بكمية كبيرة فيه عندي أسميدة النبات بيحتاجها بكمية صغيرة هل معنى كده ان هي مش ضرورية للنبات لا ضرورية بس النبات بيحتاجها بكمية قليلة زي الحديد الزنك النحاس المنجنيز كل الأسمدة دي النبات بيحتاجها العناصر دي النبات بيحتاجها بكمية قليلة هنا عندي عناصر أساسية زي النيتروجين الفوسفور البوتاسيوم دي بتكون مهمة جدا للنبات لأنه بتساعد على كل نبات بيختلف في نبات بيحتاج للنيتروجين بكمية كبيرة في نبات بيحتاج للفوسفور بكمية كبيرة في نبات بيحتاج للبوتاسيوم بكمية كبيرة يبقى هنا أنا بعرف إن أنا إزاي أنا بقدر الأسمدة اللي بيحتاجها النبات بكمية كبيرة وبقدر إن أنا أضفها قلنا طبعا في عندي الأسميدة الكيموية قلنا الأسميدة الكيموية بيكون عندي نيتروجين فوسفور بوتاسيوم تعالوا كده نشوف التسميد تستعمل الأسميدة لزيادة محصول النباتات الطبية والعطرية لو ما فيش تسميد معنى كده مش هيزيد النمو ومعنى كده مش هيديني محصول ولا يديني نسبة زيوت عطرية منها الأسميدة البسيطة اللي هي بتحتوي على عنصر واحد إن أنا بقول فيه أسميدة بتكون بسيطة وفيه أسميدة بتكون مركبة الأسميدة البسيطة إن هي بتحتوي على عنصر واحد لكن الأسميدة المركبة بتحتوي على أكثر من عنصر هنا الأسميدة البسيطة بيكون عندي زي الأسميدة الأزوتية هي الأسميدة الأزوتية اللي هي بتحتوي على عنصر النيتروجين وفيه عندي سلفات نشادر وفيه عندي نطرات نشادر دي النبات دي بتحتوي على عنصر واحد اللي هو بيكون عبارة عن النيتروجين بعد كده عندي احنا قلنا بتوجد أسمدة مركبة دي بتحتوي على أكثر من عنصر يبقى الأسمدة البسيطة بتحتوي على عنصر واحد لكن المركبة على أكثر من عنصر من العناصر الغذائية لأننا زي ما أنا قلت أنا عندي عناصر كبرى بيحتاجها النبات بكمية كبيرة دي بتكون ضرورية للنبات زي النيتروجين فسفور بوتاسيوم كالسيوم وعندي عناصر بتكون صغرى النبات بيحتاجها بكمية قليلة ولكن بتكون ضرورية للنبات مثل الحديد والزنك والمانجانيز والبوتاس بعد كده توجد أسميدة مركبة بتحتوي على عنصرين أو أكثر من العناصر السلاسة احنا قلنا العناصر نيتروجين فسفور بوتاسيوم هنا بتوجد أسميدة صغرى بيحتاجها النبات بكمية ضئيلة أو كمية صغيرة مثل الحديد والنحاس والزنك والمانجانيز هنا بالنسبة للأسميدة العضوية أنا بضيف الأسميدة العضوية إمتى أنا بضيفها قبل الزراعة وبضيف برضو سوبر فوسفات الكالسيوم أنا بضيفه قبل الزراعة ليه أنا بضيف الأسميدة دي قبل الزراعة؟ لأن الأسميدة دي بتكون بطيئة التحلل فأنا بضيفها قبل الزراعة بحيث أن أنا لما أجي أزرع تكون ابتدت الأسميدة أن هي تتحلل ويقدر النبات أنه يستفيد من العناصر الغذائية بعد كده تضاف الأسمدة قلنا أثناء تجهزها للتربة يعني معنى كده قبل الزراعة زي السماد البلدي اللي هو عبارة عن الأسمدة العضوية ومخلفات الدواجن هنا الأسمدة بتكون ضرورية للحصول على العناصر الغذائية اللازمة لأن نقص التسميد بيؤدي إلى قلة النمو القدري وكذلك الجزور والأزهار والسمار لأننا هنا قلت التسميد في نبات بيحتاج إلى نيتروجين بكمية عالية في نبات بيحتاج إلى فوسفور بكمية عالية في نبات بيحتاج إلى بوتاسم بكمية عالية يبقى هنا الأسمدة دي بتكون أسمدة كيموية دي أنا بضيفها بعد الزراعة طبعا إحنا قلنا كل محصول بيختلف على حسب احتياجاته للأسمدة هنا الأسمدة كيموية بتشمل العناصر الصغرى العناصر الكبرى زي إيه؟ عندي زي النيتروجين النيتروجين قلنا النبات بيحتاجه بكمية كبيرة لأن أنا عندي النيتروجين بيكون مهم جدا للنمو القدري لو أنا قللت فيه النيتروجين معنى كده حيقل النمو القدري يبقى أنا بزود النيتروجين في حالة النباتات اللي أنا بستفيد منها أو الجزء اللي أنا بستخدمه الأوراق يبقى أنا بزود النيتروجين بكمية كبيرة إيه هي النباتات اللي أنا بستخدم فيها النيتروجين بكمية كبيرة زي النعناع، زي الريحان، زي البردقوش، زي الزعتر كل النباتات دي أنا بزود عنصر النيتروجين وبرضو إنه هو بتزداد كمية القلودات في نبات الداتورة والبلادونة والسكرون المصري والدخان في حالة إننا لما بزود عنصر أو سماد النيتروجين يبقى هنا قلنا النيتروجين إن النبات بيحتاجه بكمية كبيرة النيتروجين بيكون أهميته إنه هو بيزود النمو القدري يبقى في الحالة دي أنا بستخدمه فيه النباتات اللي أنا باخد منها أوراق قلنا النباتات دي بتكون زي إيه؟ النعناع، الريحان، العطر، البردقوش، الزعتر وفيه النباتات اللي بتحتوي على قلودات مثل البلادونة، الداتورة، السكرون المصري ونبات الدخان بعد كده عندي الفوسفور الفوسفور بيكون مهم جدا في تنشيط الأزهار ونطج السمار والبزور هنا بيؤدي إلى زيادة نسبة الزيت وزيادة المحصول ومحصول العشب يعني زيادة المحصول في النعناع والريحان والزعتر وبيؤدي إلى تكوين الجليكوسيدات زي الصبار والسيناميكي هنا بالنسبة للفوسفور احنا قلنا في تنشيط الأزهار ونطج السمار والبزور يبقى هنا أنا بزود الفوسفور في حالة النباتات اللي أنا باخد منها بزور أو باخد منها أزهار أو باخد منها سمار باخد منها أزهار عندي زي الورد عندي زي البنفسي عندي زي الفل عندي زي الياسمين يبقى أنا بزود عنصر الفوسفور هنا برضو أنا بقول بزود عنصر الفوسفور في حالة النباتات اللي أنا باخد منها بزور زي حبة البرقة زي الحلبة زي الخروة طبعا عندي النباتات اللي أنا باخد منها سمار زي النباتات العائلة الخيمية زي الكمون الكسبرة الينسون الكراوية الشمر يبقى هنا أنا بزود في عنصر الفوسفور يبقى احنا قلنا كل نبات بيختلف على حسب احتياجاته الغذائية من السماد هل هو بيحتاجه بكمية كبيرة ولا بيحتاجه بكمية قليلة بعد كده عندي البوتاسيوم البوتاسيوم بيكون مفيد في النباتات اللي هي بتكون جزور طالما أنا قلت النباتات اللي بتكون جزور عندي زي ايه عندي زي السحلب عندي زي العرقسوس عندي زي المغات عندي زي بصل العنصر كل النباتات دي أنا بزود عنصر البوتاسيوم يبقى هنا خدنا فيه عندي الأسميدة الكيموية أو الأسميدة المعدنية احنا خدنا العناصر الكبرى اللي هي بيحتاجها النبات بكمية كبيرة قلنا نيتروجين فسفور بوتاسيوم قلنا النيتروجين اننا بستخدمها في حالة النباتات اللي هي بتديني نمو خضري لكن زي الريحان الزاطر النعناع البردقوش قلنا النبات اللي بعد كده عندي عنصر الفسفور قلنا بنستخدمه في حالة النباتات اللي انا باخد منها بزور او حالة النباتات اللي انا باخد منها سمار يبقى انا هنا انا بزود في حبة البركة بزود في الحلبة بزود في الخروع في نباتات العائلة الخيمية كمون كسبرة كراوية برضو عندي ثالث عنصر اللي هو عنصر البوتاسيوم قلنا عنصر البوتاسيوم بيكون مفيد او بزوده في حالة النباتات اللي انا باخد منها جزور زي العرقسوس الحنزل بصل العنصل الحاجات دي انا بزود فيها البوتاسيوم يبقى عندنا البوتاسيوم بيكون ليه اهمية كبيرة فيه النباتات اللي بتكون ابصال وبتكون درانات وبتكون كورمات طب ايه هي النباتات دي عندي زي العرقسوس عندي زي السحلب عندي زي الزنجبير هنا موعد اضافة الاسمدة احنا قلنا موعد اضافة الاسمدة انا بضيف الاسمدة امتا قلت انا بضيف الاسمدة العضوية انا بضيفها قبل الزراعة وبضيف سوبر فوسفات الكالسيوم انا بضيفه قبل الزراعة قلنا ليه احنا بنضيفها قبل الزراعة لان هي بتكون بطيقة التحلل فانا بضطر ان انا اضيفها قبل الزراعة بحيث ان انا لما اجي ازرع تكون ابتدت ان هي تتحلل عندي الاسميدة المعدنية اللي بضيفها بعد الزراعة زي النيتروجين الفسفور البوتاسيوم طب انا بضيفه امتى انا بضيفه اسناء النمو القدري وقبل التزهير او قبل الازهار يبقى بالنسبة عندي هنا موعد اضافة الاسميدة انا بضيفها وقت الازهار او تكوين السمار هنا بيقول لي لا يفيد انا لو جيت اضفتها لاننا المفروض ان انا بضيفها قبل عملية الازهار يبقى هنا وقت الازهار او تكوين السمار لا يفيد لكن انا بضيف الاسميدة اللي هي بتكون بطيئة التحلل زي الاسميدة العضوية والاسميدة الفوسفاتية قلنا زي سوبر فوسفات الكالسيوم انا بضيفها قبل الزراعة لان هي بتكون بطيئة التحلل بعد كده بيقول لي يمكن للنبات الاستفادة من الاسمدة السريعة الزوابان اللي هي الاسمدة النيتروجينية والبوتاسية يبقى احنا هنا الفوسفاتية وانا بنضيفها امتا بنضيفها قبل الزراعة لكن الاسمدة النيتروجينية والاسمدة البوتاسية انا بضيفها اسناء النمو القدري وقبل الازهور يبقى لو جالي في الامتحان موعد اضافة الاسمدة انا بضيفها امتا يبقى بضيف الاسمدة العضوية والاسمدة الفوسفاتية قبل الزراعة لكن بضيف الاسمدة الناتروجينية والبوتاسية انا بضيفها اسناء النمو القدري وقبل الازهور بعد كده عندي الاسمدة الحيوية يبقى احنا بالنسبة للاسمدة احنا قلنا في عندنا اسمدة بتكون كيموية وعندي اسمدة بتكون حيوية ايه هي الاسمدة الحيوية انا بضيفها ليه بغرض تغيير العدد الماكروبي في منطقة الجزور يبقى لو جالي في الامتحان الاسمدة الحيوية تعمل بغرض نقط يبقى بغرض تغيير العدد الماكروبي في منطقة نمو الجزور هنا بستخدم التسميد الحيوي ممكن ان انا بضيف الخميرة ممكن بضيف الخميرة كسمات حيوي بضيفها ازاي بالرشة على النباتات وان انا بستخدم الاسمدة العضوية علشان اقدر ان انا اعود او اقدر ان انا اوفر العناصر الغذائية للنبات يبقى هنا ممكن يقولي تضاف الخميرة كنقط يبقى انا بضيف الخميرة كسمات حيوي رشا على النبات يبقى باستخدمها كسمات حيوي رشا على النبات لكن هنا انا الاسمدة الحيوية بتعمل بغرض تغيير العدد الماكروبي في منطقة انتشار الجزور هنا بالنسبة عندي ازابة الفوسفور الموجود بالتربة بيقدر ان هو يتحول الى صورة ميسرة صالحة للامتصاص وان انا ممكن بنتج مواد بتكون منشطة للنمو مثل الجابريلين يبقى هنا في الحالة دي بقدر ان انا اكونها وفي بعضها بيكون مقاوم للامراض اللي بتصيب النباتات دي بقول عليها مقاومة حيوية هنا بينقسم الريزوسفير الريزوسفير ده بينقسم الى قسمين عندي الريزوسفير الخارجي اللي هي عبارة عن طبقة التربة اللي هي الطبقة الخارجية للتربة هنا بيطلق على المنطقة من التربة خارج جزر النبات يبقى دي الريزوسفير الخارجي ده بيكون عبارة عن الطبقة السطحية للنبات وهنا بتكون واقعة تحت افرازات الجزور مباشرة لكن الريزوسفير الداخلي ده بيتضمن المايكروبات اللي هي بتكون موجودة داخل انسجة البشرة والقشرة للجزور يبقى هنا بتكون منطقة الجزور في الطبقة الريزوسفير الداخلي في حالة هنا البزور والريزومات والابصال بتنقع في السماد الحيوي السائل وتخلط معه اذا كان على هيئة محصول اما الشتلات تنقع جزورها في السماد الحيوي السائل يبقى انا بستخدم السماد حيوية ممكن اننا لو كان مسحوق ممكن اننا بخلطها زي بزور الريزومات والابصال ولو كانت شتلات بعمل ايه اننا بنقع الجزور في السماد الحيوي هنا في حالة النباتات اللي بتأخذ منها حشات يضاف السماد الحيوي بعد كل حشة ويختلف الكمية على حسب نوع الميكروب يبقى بتكون ميكروبات موجودة في الطربة بحيث ان هي بتعمل على زيادة او بتعمل على تسبيت النيتروجين في الطربة هنا بيكون الكمية المضافة من الميكروب في الطربة بترجع اهمية التسميد الحيوي الى تقليل الكمية المستخدمة من الاسمدة الكيموية الى الربع وبالتالي تقليل تلوث البيئة وتوفير منطق صحي وآمن للانسان هنا بيقول لي الابتعاد اننا بستخدم المركبات اللي هي بتكون مخلقة معمليا ومحضرة كيمويا وبقدر ان انا اعتمد عليها من الدرجة الاولى من المصادر الطبيعية سواء في مجال تغذية النبات او تأمين سلامة نمو المحاصيل حتى النض بعد كده عندي التسميد الاخضر التسميد الاخضر اللي هو عبارة عن النباتات اللي هي انا بستخدمها في الطربة عندي زي المحاصيل البقولية طب المحاصيل البقولية زي ايه عندي زي البرسيم الحجازي انا بضيفه للطربة لزيادة خصوبة الطربة وتحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية انا بزرع البرسيم او بزرع النباتات البقولية بسلة فصوليا لوبيا باخد منها حشة او اتنين وابتدي اننا اخلطها في الطربة لان النباتات دي الجزور بتاعتها بتحتوي على عقد بكتيرية بتقدر ان هي تزود عنصر النيتروجين ممكن اننا في حاجة اننا ممكن بستخدمها اللي هو عندي نبات الازولة نبات الازولة ده اننا ممكن بستخدمه قبل زراعة الارض اننا بزرعه في الطربة وبعد كده ببتدي اننا اخلطه في الطربة بحيث انه هو يزود عنصر النيتروجين ويقدر ان هو يثبت النيتروجين هنا بالنسبة لكمية النيتروجين ممكن اننا بحرص في الارض قبل زراعة الارض زي ما انا قلت اننا بضيف الازولة قبل الزراعة وابتدي اننا احرصها في الطربة بحيث اننا بزود كمية النيتروجين بعد كده الاسمدة العضوية اننا بستخدم اسمدة عضوية زي مخلفات المزرعة والدواجن ومخلفات الحيوانات زي الكمبوس اننا بجيب الاش الارض بجيب حطب الزرا النباتاء المخلفات دي وابتدي اننا اصناها بعملها كسماد عضوي بعد كده عندي التلقيح الماكروبي بالنسبة للتلقيح الماكروبي اننا بعمل ادخال سلالة او اكثر من نوع من الماكروبات في الطربة ده بيكون عن طريق تلقيح البزور او الشتلات هنا بالنسبة للماكروبات بتقدر ان هي تتأقلم على الجزور اللي هي بتكون موجودة في الطربة طب انا عايزة اعرف اهم مجالات استخدام التلقيح الماكروبي اهم مجالاته ايه اننا بقدر اننا اوفر عنصر النيتروجين علشان اسد احتياجات النبات لاننا قلت دي من العناصر الكبرى اللي بيحتاجها النبات بكمية كبيرة بقدر اننا ايسر العناصر الغذائية بحيث النبات يقدر ان هو يمتصها بعد كده الاستفادة من انتاج الماكروبات اللي هي بتكون مدخلة الى الريزوسفير لبعض المركبات المنشطة ممكن قلنا اننا بستخدم الخميرة كتسميد حيوي رشا على النباتات او اننا بضيفها لالتربل ان هي بتكون غنية بالاحماض الامينية او بتكون غنية بفيتامين بيه لكن استعمال الاسميدة الحيوية بيؤدي الى زيادة المحصول في نبات الريحان والبردقوش والينسون بعد كده عندنا اخر حاجة عندنا اللي هي مسافات الزراعة بالنسبة لمسافات الزراعة دي بتؤثر على النمو القدري وبتؤثر على نسبة الزيوت العطرية لو انا قللت مسافات الزراعة في الحالة دي بلاقي زيادة في المحصول لكن لو انا زودت في مسافات الزراعة وعملت مسافات زراعة وزعة في الحالة دي بيؤدي الى زيادة الزيوت العطرية فانا بعمل ان انا بزرع على مسافات بتكون قليلة بحيث ان انا بزود من المحصول وبالتالي يقدر ان هو يديني زيوت عطرية بنسبة عالية يبقى تكلمنا النهاردة عن العوامل الارضية وقلنا العوامل الارضية عندي زي التربة زي الري زي التسميت زي مسافات الزراعة وبكده نكون خلصنا العوامل المؤسرة على نمو النباتات الطبية والعطرية وبكده تكون انتهت حلقتنا واتمنى لكم النجاح والتوفيق والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة